نبتدي من الأول نبتدي بمعنى الاتحاد معنى الاتحاد حسب أنا جبتها من معجم عربي اللي هو معجم المعاني الجامع المكتوب في هذا المعجم الجمع اتحادات مصدر الكلمة اتحادة وتعريفه هو تجاوز الحد في السلطة ومعاملة قهرية تعسفية وانتهاك المبادئ الدستورية وخاصة ما كان متعلقا بحماية حقوق الإنسان ده التعريف بصفة عامة بس خلينا نبعد عن القواعد العربية ونشوفها بلغتنا العامية لما حضرتك تسمع كلمة هذا تنمر على ذاك فالتنمر نوع من اضطهاد او هذا تأسد فعندك تنمر عندك تأسد عندك توحش عندك تكالب كله من النمر والأسد والوحوش والكلاب معنى إذن احنا طلعنا من من الطبيعة الإنسانية اللي رب خلقنا عليها وصرنا نساوي الوحوش أيها فدي مشكلة الاضطهاد لا يقتصر على أنه هذه الوحوش تأكل الحيوانات الأقل ضعفا الأضعف منها لكن يصل الاضطهاد إلى أنه يكون اضطهاد فكري عقلي يعني حضرتك عندك فكرة يا خنزار أنا لا أؤمن بها أنا أؤمن بفكرة تانية فلأني لا أؤمن بفكرتك فأنا يعني أمارس عليك ضغوطات متعددة هذه الضغوطات هي الضغوطات فكرية لو أنا رديت عليك الفكرة بالفكرة لكن لو أنا رديت عليك بمعاملة قاسية وحشية تصل إلى تعذيب الجسد وإلى حرمانك من بعض حقوقك دي تعذيب جسدي أو تعذيب نفسي وعلى فكرة السكوب بتاع الاضطهاد واسع جدا يعني لا يقتصر على أديان أو شعوب أو أفكار بل بالعكس داخل الدين الواحد هناك اضطهاد نعم يعني نرى أنه بين الكاثوليك والبروتستاند في نورث آيرلند في تشاحن وفي اضطهاد بين الشيعة والسنة في تشاحن واضطهاد يصل الاضطهاد يصل الاضطهاد أيضا إلى اضطهاد النفس والروح الكتاب يذكر أنه لما لوط كان يعذب نفسه البرة كل يوم لما كون أنا إنسان روحي في مجتمع يسوده الظلام وثقافة هذا المجتمع ده عبارة عن اضطهاد وعبارة عن تحديات عشان كده يعني بعد النظرة العامة بعد بتاعة الاضطهاد ومجالاته هنتكلم في موضوع الاضطهاد المسيحي اللي هم من أطرافهم